موسيقى مشاهدين أهلا بكم من جديد فن دانات الشواطئ فكرة جديدة انتشرت عالميا تعتبرها الأوساط الفنية التشكيلية براءة اختراع تخص الفنان التشكيلي محمد الاستاذ الحمادي من الإمارات فن دانات الشواطئ يتربع الآن مشاهدين على خارطة الفنون التشكيلية العالمية وأيضا القصة نتابعها مع مصطفى سكحال في التقرير التالي صادق طبيعة الشاطئ وتبادل الأسرار مع رماله هو محمد الأستاذ الحمادي الذي يرسم لوحاته برفقة البحر فيما يطلق عليه فن دانات الشواطئ الذي ابتكره بنفسه باختصار هو حفرة على الشاطئ نضع فيها الكامفس اللي هو خامة الخامة اللي نرسم عليه دائما بالمرسم نضع عليه قطع الحديد الصدئة مش الجديدة وندفنها بعد اسبوع واسبوعين نرجع نطلع الخامة هاي فبعوامل التعرية بعوامل خلنقول الموجودة على الشاطئ من ضغط من رطوبة من حرارة من ملوحة تبتدي المواد أو الحديد قطع الحديد تتأكسد لتطبع على الكامفس تحت لذلك تعطيك أشكال عشوائية خلنقول أنت ممكن بعد فترة تسيطر عليها أنت لما تحط قطع الحديد أنت يكون عندك تصور مبدئي للشكل أما الطبيعة فهي تعطيك الألوان وتدرجاتها تدرجاتها أنت ما قدر تحكم فيها ممكن نضيف عليها الألوان الطبيعية الخاصة بالدباغة مثلاً فاللوحة تطلع طبيعية وتعاون بين الفنان وبين الإنسان وبين الطبيعة نفسها ما تخفيه الرمال وما يحمله المد والجزر من ظواهر طبيعية بات يبني علاقة فريدة بين اللوحة والطبيعة هذه ميزة من ميزات أعمال أو خلنقول إنتاج فن دانات الشواطئ أن اللوحة تكون نادرة جداً لو أنا أحاول أعيد نفس الأشكال اللي طلعت عندي في لوحة بتماء لا يمكن أن أعيدها حتى لو حطيتها في نفس الأماكن لأن تختلف ظروف الوقت وظروف اللوحة تختلف تماماً الشيء الجميل فيها أن اللوحة هذه أنا أشوفها بمنظور وكل واحد يبتدي يشوف الأشكال الموجودة ويقراها بمنظورها الشخصية هنا حيث لا قيود ولا ضوابط يجمع خيال الفنان الرسم والنحت والطباعة في لوحة واحدة على شطئ البحر يتخذ متكأ لمرسمه الاستثنائي وعلى طريقته المبتكرة يروي محمد الأستاذ أسرار الرمال عندما يلامس الموج لآل أشاطئ فنجده فناناً يبني عالمه الفني التشكيلي الخاص به من دبيل اليوم على الحرة مصطفى سكحال مشاهدين معي كان ختام الفكرات الفنية أما مع باسل ونبيلة فقصص منوعة وما الأخبار يا نبيلة شكراً لك يا فاتني إذا جاء موعد الأخبار الخفيفة